السلام عليكم و اهلا بكم في قناة المهندسين الوطنيين ان شاء الله تعالى هناخد جولة جديدة في العاصمة الادرية الجديدة في بداية الفيديو بتاعنا الناس ما تنسى تعملنا لايك للفيديو وسبسكرايب لقناتنا لو انت اول مرة تتابعنا المبنى اللي قدام حضرتكو ده كده ده مبنى تجاري موجود في محطة الحافلات المركزية او موقف العموم الخاص بمدينة العاصمة الادرية الجديدة اللي هيربط العاصمة الادرية بالقاهرة وباقي الاقاليم والمحافظات باذن الله تعالى هاكو شايفين كده في الصورة وهي على قدينة اليمين مدينة الفنون والثقافة اكبر مدينة فنون والثقافة في الشرق الاوسط فيها الدار للابرة وفيها متحف العاصم مصر فيها مكتبة كبيرة جدا ومسارح ومكتبات عامة كبيرة خالص يعني والطريق اللي احنا مشين عليه ده كده اسمه محور الوزرات جاي من عند مسجد الفتاح العليم عند اه الاروان ومرور على الارتو والارس دي وعدينا من تحت طريق دائري الاقليم والحد ما وصلنا للمكان اللي احنا موجودين في دلوقتي اه اللي في الصورة ده كده استكمال المحطة الحافلات المركزية ولو كمينا على طول هنروح عند منطقة الوزرات بالكامل ده كده مصارح كتار الكهربائي محاكو شايفين اه في محطة خاصة بالكتار الكهربائي على قدينة اليمين في ضهر مدينة الفنون والثقافة اللي هي محطة الفنون والثقافة العليم اليمين ده بقى منطقة بداية الحي المالي بالعاصمة الادارية الجديدة كل دي منطقة مولات ادارية ده مبنى هيئة اه هيئة العربية التصنيع تاني نمر على طول من بعد مبنى برجون الفصورة ده ده كده برجون مول وبعد منه افلون وبعد منه افلون برضو كل دي اه مكاتب ادارية زي ما حاكم شايفين على محور الوزرات وقدامنا المبنى الخاص بشركة البطل برضو مبنى اداري بعد منه على طول اه مبنى الخاص باااا بانك لسكان والتعمير ولو كملنا كده على طول هنروح على منطقة الوزارات. هناخد يمين من هنا افتجاه الحي الساكني ونشوف الدنيا على الطبيعة على محور الماسا. طبعا لو كاملنا كده نروح منطقة الوزارات. احنا هناخد يمين على محور الماسا. لو قدام حضراتكم كده افتجاه فندق الماسا ومنطقة كل دي كده ازا ما حاكم شايفين مباني ادارية. في الحي المالي ده اول منطقة تشتغل في العاصمة الادارية لان طبعا عندنا منطقة البنوخ خلاص تعتبر مسبة تسين في المية خلصونا. وعندنا منطقة الوزارات اشتغلت. المكان اللي احنا فيه ده من الاماكن المميزة جدا في العاصمة الادارية الجديدة. عندنا ده البنك الاهل المصري. بعد منه بنك المركز المصري. اللي قدام حضراتكم في الصورة ده كده. وده كده العديدنا الشمال ده البنك الاهل المصري. وقدام حضراتكم كده ده البنك المركز المصري. ده اشهر مدان في العاصمة الادارية قدامنا المبنى ده كده مبنى هيئة البورصة المصرية وقصاده النحاء التانية مبنى البنك المركز المصري ومن المبنى الفخم الإزاز اللغدر ده كده هيكون مبنى هيئة البريد اللي في الصورة ده قدام حضراتكم وقصاده على طول مبنى بنك القاهرة وقبل منه بنك مصر ده كده بنك مصر ده البنك المركز المصري لو دخلنا من هنا كده هنروح لحد رئاسة مجلس الوزراء ومنطقة صحة الشعب ده كده بنك القاهرة وده قصاده على طول مبنى هيئة البريد لشكل العام بسم الله وانشاء الله كويس جدا كل ده كده الحي المالي يعني عشان الناس بعرفة المكان اللي احنا بنصور فيه الحي المالي ده بيحتوي على جميع البنوك اكتر من 18 بنك حكومي وبنوك غير حكومية موجودة في قلب العاصمة الإدارية الجديدة جنب منطقة الوزراء وبعد منها على طول منطقة الدون توون اللي احنا داخلين عليها بيفصل بينهم بس الطريق الوساط حضراتكم ده كده اللي هو ماشي فيه المونوريل ده كده مصر المونوريل اللي هنا بيتقاطب مع الكتار الكهروائي لان في محطة كبيرة خالص على ادنا اليمين محطة عبدوليا بين الكتار الكهروائي وبين المونوريل ده كده بداية منطقة الدون توون زو حالكم شايفين ده لفاية مول وبرضو لشكل العامل المكان بدأ يظهر كده كل فترة كده بننزل ناخد جولة نشوف الدنيا على الطبيعة نلاقي الدنيا تغيرت بسم الله ان شاء الله لا معناه ان الدنيا فيها حركة وفيه شغل موجود في المكان ده برامدز مول طبعا المنطقة الدون توون بإذن الله تعالى احنا كنا اخدنا فيها تلات اربع جولات اه في رمضان اخرنا كان في رمضان فبإذن الله تعالى هنننزل فترة جان تاني الليف ونشوف الدنيا على الطبيعة في منطقة الدون توون بس طبعا بتكون من اصعب الجولات علينا لان طبيعة المكان صخرية والشارع لسه مش منظمة يعني لا ده الشارع كلها صخر وكلها رتش فبيبقى صعب على اي حد انه ينزل ده كده برامدز قدام فندو الماس على طول شايفين كل ده منطقة الدون توون منطقة لابراج السياحية على محور بنزايد الشمالي بدأت تظهر كل ده محور الماسة هي تقاطع دلوقتي مع محور بنزايد الشمالي لو دخلنا يمين اللي جاي نروح عند منطقة العمالة المركزية ده كده مصار الكتار الكهربائي شايفين ده محطة وقود موجودة في قلب منطقة الداون توون شغالة حاليا وبدأنا من هنا كده ده كده منطقة الابراج السياحية من المكان اللي احنا موجودين فيه الحد مسجد مصر الكبير موازية لمحور بنزايد الشمالي ده كده محور بنزايد الشمالي مع محور بنزايد الشمالي مع محور الماسة لو دخلنا يمين نروح عند منطقة الاعمالة المركزية والبرج الايكوني احنا طبعا نستمرين في اتجاه الجنوب الميدين الرئيسية في العاصمة الادارية كلها زي ما حاكم شايفين كده بدأت تظهر بجمالها وشكلها الكويس ده مبنى النيل اللي هناك ده من الاتجاه ده كده لو كملنا نروح عند مسجد مصر الكبير هناخد يمين وهنكمل في اتجاهنا على طول الاتجاه الحي السكني ارسف كل ده مصار الكتار الكهربائي طبعا احنا ما صورماش في نفس المصار ده بان فترة كل فترة بناخد نفس المصار ده كده او بناخد من عند فندق الماسة من الاتجاه التاني بحيس ان الناس يشوف الدنيا على الطبيعة وشوف شكل الشوارع احنا اخر مرة كنا ماشيين كنا كانوا لسه بيرسفوا الطريق المحور اللي احنا ماشيين فيه ده كانوا لسه بيعملوا فيه طرق طبقة الاسفلت ده كده آآ ده كده آآ جوهارة العاصمة قدام حلقاتكم ابو عطور برضو جاهز للسكن بسم الله ما شاء الله مكان كويس جدا احنا طبعا في قلب منطقة النهر الاخضر بين محور من زي للشمال ومحور من زي للجنوبي المكان يا جماعة يعني انشاف العاصمة الادارية بنسبة كبيرة كبيرة خلاص عندنا الحقيق السكن الارسرية بنسبة كبيرة خلاص يعني جاهز للسكن يعني ممكن نقصوا حاجات بسطولة خلاص شوية خدمات يعني او شوية محلات تفتح وتشتغل مول تجاري كبير يشتغل في قلب المكان بحس ان هو يستقبل عدد كبير من السكان يعني عندنا 3000 اسرة من السادة الموظفين ممكن يسكنوا الصبح في العاصمة الادارية الجديدة وده حاجة كويسة يعني مش حاجة وعشة بس يبقى فيه خدمات بحس ان الناس ما تحتاجش حاجة من بلا المدينة ده كده تقاطع محور بن زايد الجنوبي مع محور الماسا لو خدنا من هنا كده هنروح عند مدخل العاصمة الادارية من تجاه تجمع مسجد مصر الكبير لو خدنا يمين دم دان قدام الكتدرائي على طول مباشرة لو خدنا لفينا الشمال ودخلنا في وشنا كده هنروح عند منطقة المستثمرين وكمباوند اسرلية طلعت مصطفى لحد كمباوند اسرلية طلعت مصطفى لحد كمباوند اسرل بارك ومنطقة اللي في الآخر خالص دي رأيدينا اليمين كده منطقة وعلى قدينا الشمال منطقة المستثمرين واحنا ماشيون كده في اتجاه الحي السكني علشان الناس تبعرف الاتجاه لو انت حابب تيجي من عند الارس دي لحد الارس دايك كده المسافة قدام حضراتك وفي الصورة وصلنا تمن دايك لحد الوقت الناس اللي مكملة معنا لحد الوقت ما تنساش تعملنا لايك للفيديو وصابسكراب لقناتنا لو انت اول مرة تتابعني كل دي بقى منطقة المستثمرين وده كده في محطة تتعمل هنا محطة الكاتادرائية وده محضراتك خاصة بالكتار الكهرائي وفي محطة تانية هل تتعمل قصاد الحي السكن ار سيبن محطة المدينة الفين والصحافة محطة موجودة هنا عند الكتادرائية فيAA في هيجه المستثمرين وفي محطة كمان عند الار سيفن بن الله تعالي دي كلها محطات محطات خاصة بالكتار الكهرائي علشان الناسborn بعرفة ده مصار الكتار الكهربائي وده كده منطقة المستثمين برضو ميتون فيلا كومباوند اللي هناك ده بدأ يظهر في الصور دي كانت جولة سريعة كده من الحي السكن ارسري طبعا مرينا على منطقة الفرن والثقافة ومرنا على